السؤال اللي بعد كده من حساب بسملة بتقول انا عايزة ربنا يهديني للصلاة اعمل ايه؟ ده سؤال مهم اوي بقى انت لو عايزة ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في الصلاة لازم تعرفي ان الصلاة دي مش عب ان الصلاة دي رحمة ونور وفتح وبركة وهداية وصلة ولقاء مع الله اهم حاجة تعرف ان الصلاة لقاء مع الله كده حاجة كده جاية من كنوس تحت العرش ورزايك الصلاة دي لما فردت فردت فوق عشان تخرجي من همومك وغمومك ورزايك الصلاة دي صلة بين العبد وربي وانت لما تصلي بهذه الكيفية وتعرفي ان الصلاة جاية من عند الله سبحانه وتعالى من فوق السماوات العلى يعني حضرت النبي ما تلقاش التكريف في الصلاة وهو على ارض تلقى تكريف بالصلاة عشان نعرف ان هي قريبة قريبة العهد بربها ان دايما العبد لما يدخل الصلاة وكأنه دخل الجنة الانسان لما يدخل الصلاة كأنه دخل الوسع ونزاك حضرت النبي عشان الصلاة وسع حضرت النبي قال له ارحنا بالصلاة يا بلال وسع دخل على حضرة مولاه ونزاك حضرت النبي يقول الصلاة وصلة بين العبد وربي سواء كانت الصلاة ديت صلاة فرض أو صلاة صن ثلاث حاجات صلي كل صلاة وانت حس بهذا الأمر الأمر التاني صلي كل صلاة بمعنى وبطعم جديد صلي كل صلاة بهدوء بتؤدة وصلي كل صلاة وجعليها لقاء مع الله سبحانه وتعالى ومحبة هيطيب خطرك ويتعلق قلبك بالصلاة